اشتركوا في القناة ومشارك الأرض ومغاربها من رمضان على مراتب فيما حصلوه من خلع فيما حصلوه من كسوات فيما حصلوه من مراتب فيما وجدوه من مواهب فيما رتقوا إليه من درجات فيما استفادوه من الشهر العظيم من صيامه المفروض ومن قيامه المسنون ومن أداء الفرائض فيه ومن قراءة القرآن وتدبر وتأمل فيه ومن صلة الأرحام فيه ومن الإحسان إلى الجيران فيه ومن كل ما وفقهم الله من الخير في رمضان يجدون آثاره بعد رمضان وتشرق أنواره بعد رمضان وتتصل بهم خيراته من بعد رمضان ويستدلون على القبول في رمضان بخروج المؤمن من رمضان بقلب خاضع وقلب خاشع متوجه إلى الحق جل جلاله طالب لما عنده متهيئ ومستعد للقائه يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ويكون أكثر ابتحاداً عما نهى الله عنه واجتناباً دمانه الله سبحانه وتعالى عنه في الأقوال والأفعال والمنظورات والمسموعات والمقاصد والنيات والحركات والسكنات موجناً أنه بالقرب من الإله تبارك وتعالى في علاه يتجلى لقلبه نور عظمة هذا الإله وأن معاملته سبحانه وتعالى لا تفوبها معاملة ولا يخسر من أحسن معاملة الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا من ذا الذي يقرض الله جرضاً حسناً فيضعف له أضعافاً كثيراً وإن عاملت أي إنسان أو أي شركة أو أي جماعة أو أي حكومة ووفت معك وأحسنت إليك فكل ذلك حقير ويسير ومنتهي بالنسبة لمعاملة الحي الدايم إذا عاملته بالصدق معه وإذا عاملته بالخوف منه والرجاء فيه وإذا عاملته بتنفيذ أوامره فإن ربحك عظيم دايم كبير مستمر يدخل في دائرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرتي أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مومناً كمن كان فاسقاً لا يستوون قال ربنا جل جلاله لا يستوي المومن بالفاسق ما يستوي الصالح بالمفسد قال جل جلاله أم حسب الذين اجترح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وإذا خرج من خرج من رمضان واستقام بعد رمضان على بر الوالدين على صلة الأرحام على المحافظة على الجماعة في الفرائض الخمس التي من أدهن لمواقيتهن كن له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وفي الأثري من حافظ على الجماعة في الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادة بواسطة الجماعة في الصلوات الخمس فإن كان لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام فإن له في كل أربعين يوم لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام في الفرائض الخمس نجاه من النار براءة من النار وبراءة من النفاق في كل أربعين يوم حافظ فيها على الصلاة الجماعة وعلى أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قلب أن يشتغل بعد الإمام بالتكبير بالنية والتكبير مباشرة إذا كبر الإمام يشتغل بالنية والتكبير لا يشتغل بشيء آخر والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام فهي صفوة الصلاة قال نبينا صلى الله عليه وسلم جي كل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام التكبيرة الأولى مع الإمام صفوة الصلاة فتحافظ عليها وتحسل في كل أربعين يوم براءة من النار براءة من النفاق وإذا توالى عليك الخيرات وتخرج من مدرسة رمضان بنجاح نجحت في المدرسة صرت محافظ على الصلوات واضب عليها في الجماعة ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة وصر البطن وصبر على طول المجاعة تغانم ساعة العمر من قبل المنية في رمضان ودعت ناس وبعد رمضان ودعت ناس وأنت مثل الناس فأتودع في يوم من الأيام كل بن أنثى يوماً على آلة حدباء محمول وكل بن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول وقالوا إن لسان حال النعش الذي نحمل فيه موتانا يقول لنا انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك كم سار مثلي بمثلك والله يحسن خواتمنا ويبارك في أعمارنا ويقدع لله سبل كل منا عمر مديد يعود علينا إن شاء الله رمضان ورمضانات متعددة في خير وعافية ومن قضى الله أجله يمزق حسن الخاتمة ويتوفى على الإيمان وعلى اليقين وينقله إلى قربه وقرب رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى قبر يصير روضة من رياض الجنة الله يجعل قبورنا وقبر أهلنا وصحاباتنا وقراباتنا رياض من رياض الجنة ولا يجعل فيها حفرة من حفر النار والقبر إما روضة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة فأعمل لنفسك لا تكن بهيما تجري ولا تدري بعظم الأخطار وإذا انتبهت من الصلوات في جماعة معك بعد رمضان معك شيء استراويح ولا جماعة في الوتر معك صلاة الوتر مستمرة وصلاة الضحى مستمرة ورواتب الصلوات هذه قال النبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح من صلى في اليوم ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضاء بأن الله له بيتا في الجنة بأن الله له بيت في هذا بيت في الجنة وقصر في الجنة لبنا من فضة ولبنا من ذهب وميلاتها المسك الأذفر ولا معحد كما من ملوك الأرض كلهم وإن؟ ولا مثل لبنا وحد من لبناته وهذا تحصله بثلاثينتي عشرة ركعة من غير الفريضة فتنال هذا الخير الكبير قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها إذا خرجت بالمحافظة على هذا من رمضان وخرجت بالمحافظة على صيام الست من شوال ويجيك يوم عرفة ما تيسر من العشر في ذا الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وتأتيك عاشورة وتاسوعة معها ويأتيك أنت يسر لك ثلاثة أيام من كل شهر قال يدهبنا وحر الصدر صيام ثلاثة أيام من كل شهر يدهبنا وحر الصدر غشه وما كدورته وما يحصل فيه من غلمة ويقول وصيام حسن صيام ثلاثة أيام في كل شهر وقال صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل صام الدهر وأفطر الدهر كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيحسب كل يوم بعشرة فصار كأنه صام الشهر كله قال أفطر الدهر وصام الدهر بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وبعد ذلك عندك الصدقة التي إذا بكرت بها في يومنا الأيام طول اليوم ما تصيبك مصيبة باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة إن البلاء لا يتخطى الصدقة واللقم تدفع النقم وبذا كانوا يحبون من أول الفجر أن يتصدقوا بشيء ليكونوا في حفظ في طول اليوم ولما جاءوا لبعض الأخيار وكان يضع في آخر الليل شيء من الطعام في الرف يقول لهم إذا طلع الفجر وصلوا لأي مسكين ويوم من الأيام جاءوا له بعد الفجر قالوا له ولدك سقط وكسرت يده قال خرجتوا الطعام وخرجتوا وقالوا غفلنا ما نسينا قال هذا هو سبب وأن الآن بكمل أبكاري إلى بعد الإشراق وبجيب بشوف الولد ورجع قال الولد بيتجبر ولكن خرجوا شكرا الله جعل الله لنا عبرة هذا اليوم لأنكم أخرتم أخراج الصدقة وهكذا وكان في مثل هذه البلدة في كثير من خيار المسلمين صدقة السر قائمة بينهم يوم يموت الميت يقول كان يعطي فلان كذا وكان يسر إلى فلان كذا وكان يقوم بالأمر الفلان وما حدى ريبه وصدقة السر تطفي حبب الرب يقول صلى الله عليه وعلا وصحبه السلام الومرأة في بني إسرائي كانت تأكل طعام في آخر لقمة قربتها من فمها وقف سائق ردتها وعطته إياها بعد أيام عدا ذيب على طفل لها جرت وراه تبكي وتقول ابني ابني وإذا بشخص استوقف الذيب وخرج الولد مسح عليه وكأن لم يكن بشيء أعطاه إياه قالت يزاك الله خير من أنت اللي يفرج الله بق كربتي ورد لي ولدي قال أنا ملك كنت في السماء الرابعة لما عدى الذيب على ابنك فناداني الله أخرج إلى الأرض واستخرج ابنها من فم الذيب وردها إليه وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة لقمة بلقمة لقيتها من فمش وعطتيها المسكين ذي حين ردينا لشد الولد بسبب أنها تصدقت بلقمة قبلها الله سبحانه وتعالى وسلم ولدها ببركة هذه اللقمة التي خرجتها وهكذا كانوا بلدكم عايشة على التواصي بالحق والصبر والصفات الحسنة هذه فيها قائمة في ديارها وفي منازلها وحتى في أسواقها الله يرد ما فات وإلا هاجمونا الفجار والكفار يجبون أخلاطهم الخبيثة وعادتهم السيئة ويدخلون بها لقلباننا وكل ينتبه من نفسه ومن أولاده ومن أهله وبركة رمضان تظهر علينا إن شاء الله بعد رمضان وكل يستقيم والقرآن ما نهجره ونتبعه عندنا كانت المساجد ختمة في الأسبوع هذه ومن حين رتبها الشيخ سالم بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهي منتشرة حتى قال الإمام الحداد عاد حزب الأسبوع يذكرهم بالأيام وإلا من غفلتهم مع بيدرون متى الجمعة ومتى غيرها من اشتغالهم بالدنيا قال عاد حزب الأسبوع يخلي الليلة كذا وليلة كذا وكان يشترك فيه حتى اللي ما يقرون وعاد نحن عرفنا ناس في البلاد هذه ما يقرون ولا يكتبون حفظوا القرآن من حضور الحزب أول الليل وآخر الليل وحفظوا القرآن كله وهم أميين وماتوا حفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وعلى خلق حسن متصل بالقرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى نرجع لذلك عندنا هذا مسجد فضل بمقاصير يقولون يوم الخميس يجيون بالتوسط يفعلون القهوة لأنه ما تكفيهم دلال ناس كثير في ختم القرآن يوم الخميس ولأن كثير من أولادنا ما بدأ حذر ختم الخميس هذا حق القرآن بدأ وكان حتى الأطفال الصغار ليعادهم ما يحضرون الفجر يوم الخميس ينبهونهم يقول قموا حضروا ختم القرآن اليوم في المسجد ويحضرون أولادهم من أجل بركة القرآن تسري إليهم ومن أجل ينظر الحق تعالى إليهم سبحانه وتعالى وهكذا ليعرفون يربون أولادهم وليعرفون يغتنمون الفرص في الحياة لرضى الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا من أهل القرآن ويربطنا بالقرآن إن شاء الله وخروجنا من رمضان يكون بكسوة ربانية رحمانية نستقيم بها على المنهاج ويعجي الله درجات المتقدمين في مساجدنا وديارنا هذه ويجمعنا بهم في دار الكرامة ويرحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة ويعجل لفرج المسلمين إن شاء الله والغياث العاجل واللطف شامل ولا يجعل آخر العهد منا ولا منكم ولا من هذا الشهر وهذه الأيام عدنا إليها يا معيد في صلاح وفلاح ونجاح ونور للقلوب والقوالب ودفع للمصائب والنوايب والآفات والعهد والسقية أجل بنصيبنا منها في رحمة كاملة بلا أضرار ولا هدم ولا غرق ولا شر ولا ضرر برحمتك يا أرحم الراحمين وأدم علينا فضلك فإنا نستمتر جودك وكرمك ظاهر وباطن فلا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وباركنا في مجامع عواداتنا التي كان يقول آل النور فيها نجد فيها من مدد الله ما لم نجده في رمضان في اجتماعات العوادات هذه تبدأ من يوم الاثنين الآتي الله يكرمنا وإياكم بالإقبال ويقبل بوجه علينا ويصلح لنا كل حال ويفرق روب المسلمين أجمعين الحمد للرحيم الحمد للرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم